دعا عضو الكونغرس الأمريكي ماركو روبيو إيران إلى تعيين كيري مفاوضا رئيسا لها وقال روبيو عبر تغريدة عبر حسابه في تويتر متهكما أنه يأمل بأن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيس لأنه سيفاوض على اتفاق سيء في أي جانب كان حسب تعبيره وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم كيري بعقل لقاءات غير قانونية مع مسؤولين إيرانيين تضر بأمن الولايات المتحدة كما علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو متهما كيري بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس الأمريكي وقال خلال مؤتمر الصحفي إن ما فعله كيري غير لائق وغير مسبوق